موسيقى موسيقى اهلا سهلا اول اشي رح نعمله رح نروح نشوف وين بدنا الانترودكشن تبلش ممكن ممكن هون رح نعمل كوت رح نمسك الكليب ضلنا كابسين على اوبشن ونرفع الكليب لفوق عشان ننسخه بعدين رح نيجي على الكليب اللي نسخناه فوق هلا بنازل الشخصية عن الكليب كامل موسيقى لازم نعمل ماسك حوالين السوبجيكت اللي عنا هلا انا بدل معامل ماسك عليها كلها في عندي هون السماء ممكن استغل هاي الفرصة وحط الترا كي هحطها على الكليب الكليب لتحت بس رح نكبس على اشارة العين عشان ما نشوفه وراح نيجي على الالترا كي عند الكي كيلر وراح نحط على السوق ننزل على المات جنريشن موسيقى هحطة اول شي الفاتشنل عشان نشوف شو عادي نختار شو عم نشيل موسيقى 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 بطل الابيطات نرفع البيتست اللي مية خليل نرجع نشوف شو ممكن نعمل موسيقى 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 هنزيد الكنتراست و هنزيد اليد نرجع الكمبوزيت كيك بيضل علينا نعمل ماسك بس للجزء اللي تحتها بدل ما نعمل ماسك لكل السبجيكت ممكن اذا بدكم تعملوا ماسك لها كلها بس انا بفضل استغل السماء لما يكون عندي سماء موسيقى خلق راح نروح على الاشارة هاي ونعمل نزوم الشاشة و راح نفوت نعمل الماسك تبعنا راح على الاشارة هاي تحت الوباسيتي تبس عليها ونبلش في الماسك في الماسك انا نعمل انفرتد هيك بنكون عزلناها طبعا هلأ بنقدر نكبر الماسك من هون الحضرية موسيقى موسيقى لأنا الالتراكية عملته بس عشان ما اضطرش نعمل ماسك عليها كلها لانه هاياخد وقت موسيقى فهذا كان بالنسبة لي اسرع موسيقى 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 بعد ما اعزلناها رح نيجي عند الكت رح نعمل فريم هولد اوبشن وتحت رح نعمل فريم هولد اوبشن ونكبس موسيقى هذا الخيار يخلي الفيديو يعمل فريز عند الفريم اللي احنا وقفين عليه يعني هتكون ماشي و فريز لباقي هاي طويل شوي يمكن نقصرها موسيقى اوكي الكليب اللي فوق اللي فيه المرأة لحالها معزولة رح نعمل ونروح نكبس ونحط اوكي بعدين رح ننزل نضع هاليفكتس رح نكتب هاي طلعنا رح نسحبه ونحطه النستدس سيكوتس رحضو هندل افكت ونحط هاي بعدين بعدين هنغير لستروك هنحط الكلر اللي بدنيها انا هستخدم الابيض وممكن نزيد الكلر ممكن نصغره استخدم الابيض اللي بناسبكم انا اعتقد هيك دمان هلا بعد ما توقف ممكن نروح اللي تحت نروح ننزل الساتوريشن ممكن نروح على التكست واول ما نكبس على الشاشة رح يطلع لنا لير هيطلع لنا لير رح نكتب نيم رح نكتب الاسم اللي بدنيه ونكبس على اللير تبعه ونروح على اسنتشل غرافيكس يكون متأكدين انه كبسين على الاسم اللي كذبناه بعدين ممكن نعدل فيه نكبره بعدين نروح على الافكت كنترول عند الفيكتر موشن نكبس كيفريم للبوزيشن ثم هنمدها على كل الكليب مبدئيا كيفريم في بداية في بداية الكليب ثم خمسة عشر فريم ونحط كمان كيفريم نرجع على الكيفريم الاول ونجيبه للاخر ونروح على الكيفريم الاخير نحط هيطلع عنا هاي الحركة هلا هلا اذا بنحط لير الجرافيكس تحت لير البند المعزولة رح يجي الاسم من ورا البند هيطلع عنا زي هيك ممكن كمان نضيف استروك ادول استروك ممكن تروحوا على جوجل بس تكتبوا براش استروك بي ان جي ويطلع عندكم انواع مختلفة نزلوا اللي بدكم اياه هل نمسك هالي استروك نروح على كنترول رح اعمل انشيك لاليونيفورم سكيل عشان اقدر اتحكم في تفاصيلها اتحكم بعرضها وبطولها بشكل منفصل خلق في البداية Ancient في البداية نعمل نفس الاشي نمشي ثلاثة ونحط كمان ونزيح لاخر الشاشة بعدين هنيجي تحت عند الاسم هنضل كبسين على شفت ونضل كبسين على كوماند ونروح ساهم يمين مرة مرتين عساس تطلع هاي اول بعدين يطلع الاسم طعن برضو هنروح ندل بروش هنعمل الاخر كيف فريم بعدين هذا كله اللي نعمل له نقم نست رايت كلك ونختار نست او كوماند وشفت ان بعدين راح نيجي عند راح نيجي بمحل ما للفريم بيوقف راح نكبس نحط كيف فريم للبوزيشن وللسكيل وللروتاشن ورح نرجع وقبلها بخمس فريمات هنحط كمان كيف فريم لكل واحدة فيهم بعدين نروح عندما يتبلش التحول راح نزيد السكيل نعدل البوزيشن بعدين الكيف فريم اللي في الاخير راح نعملهم هطلع عنا هدا الشكل الآن مع ممكن نعدل الحجم تبع الستروب وتبع الجسم نفوت دابل كلك نكبس نورتين على ونرجع الكلبات كلها ونصغر الستروب ونرجع على بعدين ونروح عند النام من قربه ونصغره كمان شوي ونزبط مكانه من القربة الكيف فريمز نقررهم عساس كل الحركة تصير في نفس الوقت. يعني من اول قد نبلش في الزوم. ويمكن هون. اعتقدك افضل. هلأ ممكن نضيف موشن البلير. على الستروك لغاية متوقف. ونروح نكبس على اللاير طبعها على الافكتز. اختار الديريكشنل البلير ونضيفه. ونروح على بداية الكلم راح نكبس الانيميشن التاع البلير لينك. ورح نزيده تقريبا الاثنين وعشرين. وبعدين. رح نشوف وين. وقفت. ورح نعمل ريسيت. ونكبس ايز ان. رايت كلك على الكي فريم ونكبس ايز ان. هلأ. راح نروح على الديريكشن ونحط ونحطه تسعين. راح نعمل نفس الاشي للاسم. راح نروح على بداية لاير الاسم. راح نضيف ديركشنل البلير. نشغل الانيميشن. راح نزيده تقريبا الاثنين وعشرين. راح نمشي عقال بالاسم يوقف. راح نحط نكبس كبسة الريسيت عشان يرجع على صفر. رايت كلك ايز ان. وبعدين راح نغير الديريكشن لتسعين. نشوف كيف صارت عنا. اعتقدك الشكلها مقبول اكتر. هلا ممكن الخط هاد بدلا ما يطلع فجأة. راح نكبس على هاد الكلب وننسخه لفوق. راح نكبس على الكات اللي بناتهم وشفت ودي عشان نضيف كروس ديزول. راح نكبس عليه مرتين ونحطه بس لمدة افريمين. اذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب. اكتبوا يدي في الكومنت شو حبي نشوفو في الفيديوهات الجيل. اشتركوا في القناة